ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل الاجتماع السابع لدور الانعقاد الرابع لمجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل وزير العمل أكد خلال الاجتماع أهمية مواصلة الجهود المبذول نحو تطوير الآليات والإجراءات التي تسهم في تعزيز بيئة سوق العمل وفق منظومة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن استقراره وتنافسيته وتستجيب لمتطلبات السوق المتغيرة بما يحفظ لمملكة البحرين ريادتها وجاذبيتها للاستثمار ورؤوس الأموال وأشاد حميدان بنتائج تكثيف الزيارات والحملات التفتيشية التي تنفذها هيئة تنظيم سوق العمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف تشديد التعامل مع المخالفين بما يحقق الأهداف الحكومية للتصدي للعمالة غير النظامية بالتوازي مع تنفيذ حملات توعوية للعمال بشأن القوانين والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين